موسيقى بداية السلام عليكم ورحمة الله شكرا لبرنامج تجربتي على إتاحة هذه الفرصة وبالنسبة لمزرعة فريدي ذكرة جاءت للمؤسس المزرعة وهو محمد فريد بخوصة خلال زيارة عنده عدلها للمنطقة في أواخر سنة 2004 فهو شاف المنطقة مناسبة للزراعة وملائمة للسياحة ومنطقة بيئية هي في حد ذاتها وشاف أنه يختار يعدل رواية تعود تساهم في الزراعة في المناطق الداخلية اللي بعيدة شوي ويعسف الناس اللي لم تطرح لها الباب وجاء فكرة أنه لا يعدل مزرعة وتود عنده أهداف أخرى من بينها طبعا بالإضافة إلى نشر الوعي الزراعي ومحاولة خلق اكتفاء ذاتي زراعي أيضا فيها بعد حفاظ على البيئة لأن كانت فم ياسم الأشجار اللي حكما انقرضت الأشجار الموريتاني المعروفة لأسف تلاشات وعادت فم أنواع أخرى من الأشجار تقضي على الأشجار اللي كانت فم أسلم والحيوانات اللي كانت فم أيضا شبه انقرضت وبالتالي حاولوا يجمع ذلك هداف هدف واحد أن يعدل مزرعة ويعدل في نفس الوقت حماية البيئة وفي نفس الوقت مميليت عندها جانب السياحي لنشر أيضا الثقافة السياحية وثقافة الخروج والتنزه بالنسبة للك سبكان للك المناطق بشكل عود لائق وبشكل فيها وسائل الراحة المتوفرة فيه وهذا كانت هي الذكرة أساسا لتأسيس ليد هي قاعة منطقة الحوض الغربي كاملة وجهة سياحية طبيعية لأنها منطقة جميلة فيها مناظر جميلة فيها جبال جميلة وخصوصا فصل الخريف تعد ما هي معقولة تعد مناظرها خضراء وبالإضافة إلى نوعية الرنال ونوعية الصخور ونوعية مناظر بشكل عام وبالتالي فريدي طبعا مزرعة وجهة سياحية وهذا بتأكيد طبعا زوارها اللي جاوها لأن احنا في البداية كنا معدينها أهوان كنا معدين قباد في الزراعة الناس هي اللي جاتنا وعادت تفرض علينا أن نستقبلوها فم ويظلوا في ذلك الأماكن وعادت بدأت بشكل محلي لكن عاقباك الحمد لله عادت تجين الناس من جميع أطراف الوطن وحتى من خارج الوطن عادت تجين الناس وبالتالي أكيد هذا لا على الشيء جايفهم الذاك اللي شاكوا فهم أكيد ميشها سياحية وأكيد فيها عادت مففرة فيها وسائل الراحة الناس اللي تبحث عن السياحة وتبحث عن المتعة وتبحث عن المناظر الخلابة الجميلة وعن نقاء الطبيعي والمناظر الجميلة الإقبال طبعا موسمي لأن السياحة في المناطق الداخل هي أساسا في الخريف وبالنسبة أقل أقل كثيرا في الشتاء والصيف شبهة تقريبا شبهة معدومة لأن أكثرية الناس فهم تهاجر لأسف عنديك المناطق وتبقى لا الناس معناها أن الموسم الأكثر يعني أرواج دائما هو موسم الخريف والشتاء أيضا بدأت الناس من سنوات الأقراعات جاء سواحي يجوه في الشتاء خاصة يختيروا عن فصل الخليف وإن شاء الله معنا إن شاء الله التقدم في تخلق وعي أكثر لأن السياحة في العالم السياحة الشتوية أفضل أحيانا قاعدت أفضل من السياحة الخليفية لكن نمط تقليل عندنا نحن الموليتانيين من السياحة لا في الخليفة ولكن ذلك إن شاء الله بدأ يطير نسبة لتأسيس البنى التحتية للمزرعة والمنتزة طبعا هذا مجهود شخصي وتم على الإمتداد سنوات طويلة كل سنة نجوه مرة نجوه نجوه نعدلوا بيئة التوازية ونعدلوا بزرها مرفق سياحي كيش نقولوا نحن لهيه البيرية والجي سنة أخرى نعدلوا نعدلوا جون قيتين الله هل هذا ونحفروا بيئة الأخرى الجي سنة أخرى نجيبوا شي من تناقل مرة مشورة درائر مرة مشورة العيون مرة مشورة كيفة والجي سنة أخرى نزيدوا في المرافق السياحية وهكذا كل سنة الحين الحمد لله صارت عندنا أربع أبار توازية ضد هذا المجهود الطويل طبعا الصعيب وصار عندنا ذلك مربعات سياحية على أشكال مختلفة حسب النماط اللي تبغي الناس وعندنا حضيرة خاصة بالأبقار إنتاج الألبان طبعا واللحوم وهذا إن شاء الله ماشي يتشكل على حسب إن شاء الله كل ما بتدت التجربة كل ما كانت أفضل وكل ما ضفنا إضافات وحسب إمكانياتنا المحدودة طبعا كل ما وتيحتنا فرصة إننا نضيفوا الشيء ونضيفوه والحمد لله ما اللي مساعدة بدأت وتعود فيه مداخل إذن نحاول ذلك المداخل إننا بنو منها إنها تساعدنا في تأسيس مرافق أكثر وإضافة ألعاب تقليدية وإضافة أشياء تكون أكثر جلب للناس وأكثر تعمل أكثر على راحته المشاكل أول مشكلة عندنا هي غياب الدعم للأسف لأننا عدلنا هذا عدلناه طبعا بنية حبنا للوطن وخاصة هذا الداخل المنسي لأهل الأسف ياسم منفرط فيه هو ما قال لكم مدى تنزل فيه تبدأ تشتغل فيه وفيه المياه وفيه الأراضي الصالحة للزراعة وفيه مزال المناطق السياحية الخصب العذراء اللي ما بعد قاع اكتشفت معناها إن محتاجين دعم دعم مادي الوسائل الوسائل والخبرات إننا إحنا هوات إحنا عدلنا زراعة وعدلنا سياحة وعدلنا محاولة للحفاظ على البيئة قيل هذا مجرد حبنا إحنا لننعذلش ما هو عن خبرة ولا هو عن كدارسين هذه المجالات ولا هو عن بالتالي نحتاجه للتعطير نحتاجه للدعم المادي نحتاجه للدعم الإعلامي والتحسيس وتشجيع هاي التجربة ما أنها تجربة واضح فيها أنها ناشحة وأنها تقدر تنشر وعي زراعي ووعي سياحي ووعي ثقافي في المنطقة فطبعا إحنا متوقعين إن شاء الله أن هذا الدعم يدورنا اللي يخلق ما فاء تخلق منه إن شاء الله يدوره يخلق وأكيد إحنا إيماننا قوي بأنه إن يجبر دعم ويجبر تعطير ويجبر اهتمام من جهات المعنية دور تنجح الفكرة اللي إحنا أصلا اطرحناها وتوصل لرسالة وتخلق الاستفادة لمنطقة بشكل عام المشروع كي قلنا عنده جانب اللي هو تربية المواشي وهذه المواشي طبعا غالبا في منطقة أدقار وغنم وهذه عنده جانب توفير إمداد المدينة بالألبان اللي هو الحليب يوميا وفي نفس الوقت تربية عجول وبيعها في سوق اللحوم المساهمة في توفير مادة اللحوم في المدينة بالإضافة طبعا لإنتاج المزرعة الثاني جميع جوانب اللي هو الجانب في الخليف نعود عندنا زراعة المطرية بنفس الطريقة التقليدية نحاول أن نغتنم فرصة الأمطار وفي الشتاء نزرع الخضروات ونغلدوا السوق ونساهموا في تغذية السوق بالخضروات بالإضافة عندنا زراعة تشجار مثلنا فيها طبعا الحمضيات وفيها الحناء وفيها النخيل النخيل وهذا إن شاء الله كل سنة وراء السنة الحمد لله يتطور بطي ولكنه الحمد لله ماشي القدام وإن شاء الله راجعين عنه يتحسن أكثر إن شاء الله نسبة لجانب البيئة جانب البيئة طبعا نحن معروف أن البيئة في الوطن لأسف بشكل عام مضرّة نتيجة الثقافة السائدة عدم الحفاظ على البيئة وعدم الاهتمام بها وعدم معرفة قيمتها وبالتالي نحن أنينا أسسنا المزرعة دركنا آثار بقايا من البيئة مزالت شيء من الحيوانات اللي عاد مطارد وخايف ومرعوب وساكن في مناطق وعرة من الكدية والأشجار اللي كانت فهم الأشجار الطبيعي أصلا كي نقوله تكفيت وكي نقوله دمب والمجيج والقلية هذي مزال خالي منها شوية قال الله مناطق وعرة من الجباد وبالتالي إنين عدلنا السياج على المنطقة ووفرنا فيها المياه بدأنا نحافظ أولا على الأشجار المزاد اللي لحقناها مزاد خالقة وبفضل توفيرنا المياه وتوفيرنا لذلك السياج اللي عاد شبهة موفر الأمن للك الحيوانات بدأت هي وحدها تكاثر والأشجار اللي إجبارناها ماتت خالقة وشينا نلودوا بودورها في المناطق القريبة مناطق الحدودية وأحيانا من جبوها من المالي وأحيانا من أماكن وقراف الوطن وبدأنا نزرعوها ونجحنا في إنباتها للأشجار الحمد لله لدرجة إنها إن شاء الله عاد كبيرة وعاد ياسر منها موذمر وفي نفس الوقت الحيوانات إحنا ما درناها ذاقباص ولا قيدناها لكننا فقط وفرنا له شروط الحياة وهم شرط الحياة في كل مناطق حد وفر المياه ووفر معها الشيء من الحماية أقل قليل تبدأ البيئة منفسها تبدأ تستعيد وجودها وتبدأ الحيوانات اللي أحوانا بدأت تكثر حيوانات كانت تصل لهم روتاني هي الذئاب والأقنابيل والأفكارين والوربانة والبوغدين وهي كل الحيوانات كاملة اللي نعرفوها فكانت نقال بدأت تلاحل وضم موقعات معينة حتى جاي الشهرها في الطبيعة مباشرة وعاد نقاع فيه شيء عاد مسبب النهاري براء عاد نختار ونختار ونختار ودعم نختار وتأطير هذا الشيء في السهل ونحق المرحلة هذا توجيه فيه شكيفته وبالتالي نعودوا كأننا جهودنا ما تعود عاد المتوقف والله ما يعرف اتجاهها السليم وبالتالي نقوله نحن نساهمنا في البيئة وأيضا نساهمنا في نشر الاهتمام بالبيئة لأن هذا العدنة عادت الناس تجيه تقوله جزاكم الله خير هذا النوع مصدر ما كنا شاكين وتلخالب وهذا النوع من النبات كنا شاكين ونقرض وكذا وبدأت الناس فعلا جينا تقضى شتلات هاي الأشجار وتمشي تزرعهم في مثلا شجرة التيدوم اللي هي منطقة حكما انقرضت فيها عادت الناس تجيه للجمال هاي الشجرة كلها فوايت عادت تجيه تقضى هاي تجيه تقضى هاي تجيه تقضى هاي أدرس تقضى هاي تقضى هاي تكفيت تقضى هاي أه كثيرا كثيرا الاشجار ما نستحضر اسمائها كلها ولكن الحمدالله كلها عادت بدأت الناس هذا جانب العقل يتقضت على هاي هذا الشيكان خالق وانا شافت انه موجود بدأت هي منفسها تساعد ايضا في استمراره ونعتبروها ناجح جدا نتيجة بالنظر للمجهود وبالنظر للمبادرة الشخصية بالنظر للوروف المحيطة بيه نعتبروه ناجح جدا هذا مجهود فردي هو اذمر هذه الجوانب كاملة اذمر سياحة ناجحة جاية هالناس واذمر زراعة على محدودية انتاجها لان احنا في الزراعة ما نستخدم المبيدات الكيميائية نحاول ان كل شي عندنا طبيعي وعضوي وفي مجال محاولة تغييد السوق بالالبان واللحوم احنا نقولوا انه نجحنا يقهر محتاجين ننشحوا اكثر نحقوا نحن الذكرة الافكار الكبيرة اللي عندنا قطعنا ما فينا وصلنا لها ولا فينا حققناها يقير متأكدين عنا اننا جبروا الدعم ونجبروا قليل من الاهتمام وقليل من مساعدة من دورنا نوصلوا لذاك النجاح المطلوب كلمة اخيرة اشكر البرنامج مرة اخرى واراجم المواطنين الموريتانيين بشكل عام انهم يهتموا بهذا اللي قالوا الجانب البيي والجانب السياحي والزراعة طبعا ما يحتاج لكن عندنا موارد كبيرة خلاقة وخاصا لا ابنائنا ينزلوا فيها البركة ويحضروها في استثماراتهم ويحضروها في اهتماماتهم ويعرفوا عن هذه السياحة اللي بالخارجة لا نتيجة الاهتمام الناس بوطانها عادت عندهم سياحة وعادت عندهم جراعة وعادت عندهم بيئة متكاملة ومحافظة عليها ونحن ما نقلل منهم لا نحن مويني عادوا نفس الشي ونتبعوا الاسالي بالصحيحة والنوم الصحيحة ونتخلاوا عن العقليات الضارة ونعودوا كده العالم كامل عندنا زراعتنا وعندنا بيتنا وعندنا سياحتنا وهذا ما هو قالبنا وراجم ان شاء الله الناس كاملة تهتم بهذه المجالات وراجم توفيقنا والجميع الناس ان شاء الله اشتركوا في القناة